تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد التي تدخل يومها الرابع وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بنسب تخفيض تصل إلى 60% المبادرة كلنا واحد مبادرة مهمة عشان توفر السلع بأسعار أرخص المبادرة الأسعار فيها حلوة جدا 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 أنا عن نفسي كمواطن والله أعز عليكم ربنا يخللنا الرئيس ويرخص لنا كل حاجة وهنا أحسن من بره وفضل نعمة من ربنا تتوالى ردود الأفعال الإيجابية حول مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها الثانية والعشرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع بأسعار مخفضة في ظل نجاحها في الوصول إلى المواطنين على مستوى الجمهورية السراحة فيه تخفضات يعني عن بره حتى في السكر مثلا بره 13 هنا بعشر ونصف يعني فيه فرق في الزيت برده كذلك الأمر فيه فرق نشكر الرئيس على المبادرة الجميلة ديت ومبادرة حلوة وياريت على طول طول السنة المبادرة والأسعار جميلة جدا 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 ومع تواصل فعاليات المبادرة يزداد إقبال المواطنين على شراء السلع بتخفضات تصل إلى 60% مبادرة جميلة جدا تبع يعني تحت رعاية سيدرس في تحسيسي يعني هو مشكور بيساعدنا ويوجف معنا وجنبنا ربنا يخليه ويبارك لنا فيه تتصابق السلاسل التجارية التي يصل عدد أفرعها إلى 993 فرعا بكل المحافظات على طرح منتجاتها بجودة عالية وبأسعار مخفضة في إطار المبادرة وهو ما تؤكد عليه اللافتات الموضوع على السلع المعروضة هي المبادرة كويسة جدا بسم الله ما شاء الله والأسعار المختلفة عن بره بكتير أنا شايف يعني بعض الأسعار هنا تقريبا مص تنتشر الشوادر والمنافذ والسرادقات بكل المحافظات والتي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسك مع كبار المواردين والتجار وأتشهد وفرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها وأقبالا من المواطنين عليها فضلا عن المنافذ المتحركة التي تمثلها قوافل السيارات الموجهة إلى المناطق الأكثر احتياجا ليستفيد منها المواطنون من قاتل تلك المناطق سعادة الرئيس اللي هو بيعمله دمعان الله يبارك له والله فيه شر المرض اللي هو بيعمله العانه ده وخللنا دي رخيص ومخللنا الرز رخيص ومخللنا السق الرخيص منافذ أمان الثابتة والمتحركة حرصت على المشاركة في فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد في ظل انتشارها في كل المحافظات بمنتجات تتسم بالجودة العالية إضافة إلى إعداد عبوات تحتوي سلع أساسية وباع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50% كرتولة فيها كل حاجة سكر وزيت وسمة وشعرية ورز وكل حاجة نحب نشكر في خامة الرئيس أنه حس بالناس وحس بشعب مصر وخفف عليهم الظروف الموجودة الحاجة كلها جوام وممتازة وأصارها حلوة جدا الرز والمقارونة والسكر وكل الحاجة واليميش كمان أصار حلوة قوي والله يا رئيس أقوله يعني تشكر على الأسعار التي تعملها والخدمة التي تقدمها للمواطنين واللمسة الجميلة التي تقدمها كل رمضان لكل مواطن مصر وتتكامل بذلك جهود وزارة الداخلية مع جهود الدولة نحو تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير متطلبات البيت المصري بأقل تكلفة ممكنة في ظل المتغيرات الدولية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع تأتي مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثانية والعشرين والتي تطلقها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين في ظل المتغيرات المحلية والدولية تستطيع هذه المبادرة أن تلبي احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عبدالله بركات التلفزيون المصري